مقدم أيضاً إلغاء المجلس الأعلى للصحافة للأعلام والمجلس الأعلى للصحافة للإعلام والصحافة والمجلس الأعلى لتلت مجالس مجلسين سيبكي على الهائة الوطنية للإعلام المجلس الأعلى ليه بقى قول لي ليه الحكمة hon الحكمة مش اتفقنا ان التعديلات لكل حاجة لها حكمة وليها بورر وليها اسباب ودواعي اتعامل مشروعات القوانين دي اللي بتنظم الاعلام وتنظم الصحة اللي اني مش شايفين كنواب قدمت التعديلات ان المجالس دي يعني انهضت بدورها كما يجب ان تكون وصولا الى الاعلام المهني الى الصحافة المتجردة التي يحتاجها الجميع المطل المصري ممكن يصقف عن طريق الاعلام والصحافة وممكن يضلل عن طريق الاعلام والصحافة لم تقم هذه الاياءات بدورها فكان يجب ان يكون هناك تعديلا اتساقا مع الواقع لا استناني هنا معلش الكلام ده موجود في مقدم في التعديل الغاء المجلس ده والمجلس ده صحافة واعلام لكن في مدولة من حقنا زي ما قلت في البداية اسمع بعض المجلس يوافع على كل حاجة او يرفض كل حاجة او يعدل المجلس ده المجلسين دول او التعديلين دول يحتاجوا الى مدولة اه 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 انا يعني ان سبحتين لقولك بتميل الى ايه؟ بميل في المدولة ده الى احنا نبقى متريسين اه لا نرى لا نرى لا نرى لا ننظر فقط الى ايه؟ الكوب الفارغ او الجزء الفارغ ما الكوب لكن نشوفه نتقيمه ازاي ونقوجوبه ازاي ويبقى امكانية يبقى مطروح حديث فيه في المجلس مع المختصين يبقى الحديث فيه نبقي ولا نلغي اه انا عندي ثلاث مجالس حالي كل تلك اتنين عندي ثلاث مجالس الاعلى لتنظيم الاعلام وعند الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اه ايه المطروح انه هتلغي هايتين هايتين المجلس الاعلى لإعلام المجلس الهيئة الوهيئة الوهيئة هل مصر في حاجة لوزير الإعلام أو وزير الدول الإعلام لضبط الإقاع كما يستروا موجود؟ أفضل من كل هذه الجهات ولا الإبقاء على المجلس الأعلى للإعلام؟ وبعد التداول وبعد المدولة وبعد أن ينتهي إلى قبول الإلغاء ويطلقه وبعد ما نستمع أيضاً ما فيه استماعاً بكل أذان صاغية بكل صدر يتفتح متاسع لكل أراء نقول وننتهي فيه إلى ما ننتهي صحيح كان عندنا زمان المجلس الشورى هو المالك للمؤسسات القومية الصحفية مشرف مش مالك كان زمان مالك مشرف من المالك بص حديث ده حاجة قريبة جداً مش كنا في العالم لا أفن بس علي سيدك مجلس الشورى كان مشرف على المجالس القومية المتخصصة والمجلس أعلى للصحافة ده الشورى كان زمان مالك أن يملك المجلس أعلى للصحافة كان بيملك هو اللي بيسير الأعلى من هو سير الأمور لكن الإشراف كان من الشورى تبعيتهم للشورى لكن تسير الأمور وأدارتها فين؟ المجلس أعلى للصحافة اللي ذرعت الهيئة الوطنية للصحافة لو ألغيت هيعود المجلس أعلى للصحافة مرة أخرى؟ نعم مع موجود